هم معنا واحد من النجوم اللي حققوا تاريخ وكتبوا تاريخ من البطولات وأنجزوا الكثير مع زملائهم خلال تواجدهم داخل الملعب في فترات سابقة في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي نجمنا الكابتن مصطفى يونس بسائل خير يا كابتن مصطفى سعر الله أبو حميد زيك وتحياتي لأصفة البنامج والقناة كلها وبارك للأعلام الكبير المحترم حتى لو كنا اختلفين مع بعض كالتوحيد برئاسة نادي القناة أكبر شعبية في تاريخ مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بشكرك وبنسعد بمشاركتك معنا دايما نكابتن مصطفى وخبراتك أكيد مهمة نستمع إليها وتقول لنا وجهة نظرك اللاعبين محتاجين إيه في الفترة دي قبل المباراة المهمة يوم السبت المقبل أمام تاونشيب بطل بوتسوانا شايف المباراة دي إزاي بعد الفوز في مباراة برج العرب أولي أبو حميد عايز أقول حاجة مهمة لم أشك لحظة إن النادي الأهلي حيتجاوز المرحلة والمتش اللي فات ده كان مهم جدا التلاتة بمت مش مهم الأداء في وقت مش مهم الأداء لكن اللي كان قلقني أنا شخصيا وأنا مرد بهذه التجربة كتير إن هي جاية في فترة إعداد وبدأية موسيوم ونهية موسيوم ونهية كاف عالم اللعيبة مش فت 100% لكن التعامل مع هذه المباراة بالنسبة للخواجة واللعيبة عجبتني جدا ويمكن أكتر ما أسعدني في هذه المباراة عدم استربعة من أول المباراة حيث أن اللعيبة تلعب بأدوء وعندها ثقاف نفسها وقل حاجة أي وقت دي من العناف الأساسية اللي أنا شاهدتها في الماتش اللي فات والوقت وقل حاجة أي وقت لكن هنا لازم أشيد محسام البدري اللي كان مصمم على أذاره إن هذا اللاعب كان من أفضل المؤجمين اللي دخلوا نادل اللي بل دخلوا مطر رؤية حسام البدري كانت واضحة جدا وأنا كنت من أكثر المؤيدين لي فجاء بقول مجبوش غير نجوم كبار والعيبة أكبر الحتة الأهم بقى حتة غياب أنا جاي في العربية وبسمع غياب فلان وغياب مش عايزة أتمي أسماء النادي الأهلي يا جماعة النادي الأهلي بمن حضر أي 11 فانيلا حمرة تسمع الفارق أي 11 فانيلا حمرة يتعمل لها مليون حساب من أكبر فرقة الأصغر فرقة لكن مش عايزين نقالل من لعبتنا ده قد الدور اللي كان بيعملوا فلان ولا ما كانش بعملوا فلان فلان ولا فلان ولا فلان عملوا إيه فأنديتهم اللي كانوا بلعبوا فيها وجوه من نادي الأهلي ما عملوش حاجة يبقى بالنادي الأهلي الاسم الكبير بتاع النادي الأهلي وأنا مش بقول كده تعصب إن أنا مصطفى يونس لأ دي حقائق على مر التاريخ لكن أنا شايف إن هذا الرجل هيعمل تصويت جدا في الفرقة أنا برضو يا أبو حميد ما بحبش من يلعب ومن الأساسي ومن الاحتياطي اللي يتكلم في الموضوع ده بس الجهاز الفني ما بتفضلش مناش الدف وسائل الإعلامي كابتن مصطفى لا ما ينفعش أنا عشان أقول مصطفى يلعب ولا محمد يلعب لازم أعيش معاك وانا بمرنك ما إحنا عندنا حاجات في الإعلام أنا لسه بنتكلم في الحاجة دلوقتي ده بالضبط هو يلعب بتريه ثلاثة خمسة أربعة ولا سبعة ثمانية تسعة واحد الكلام ده جماعة على الورق لازم لازم نثقف نفسنا لازم نثقف نفسنا عشان نعلم جمهورنا مش عيب إن إحنا نتعلم لكن العيب إن إحنا نتمادف في الكلام اللي مالوش علاقة بكورة القدر طيب كابتن مصطفى بفرود واحد ولا بفرودين كلام مهم جدا بعيدا عن حسابات طريقة اللعب لحضايك قلت إنها حق أصيل للمدير الفني ولجهازه المعاون الشكل العام راضي عنه اللي ظهر عليه الفريق في المباراة السابقة طبعا راضي عنه تماما وبعدين فيه نقطة مهمة جدا يا أبو حميد اللي بيفتو في التحليل يقول لك أصلا مش متجانس أصلا مش عارف إيه الرجل السردباك اللي أول مرة إيه عمضش أهل الرسم ده هو ما كانش متجانس مع محمد سامير خلينا ناس وقعيين خلينا ناس بنكفم خلينا ناس بنتكلم في الكرة صح عشان نعلم الأجيال اللي جاية صح أنا راضي تماما عن الأداة الماضية ولسه أنا برضه عشان ما نبقاش المنافقين ولا بنقول أنا ما أقدرش أحكم على الرجل دلوقتي لكن البداية مبشرة البداية مبشرة فيه أبو حميد فيه التغيير وتوقيت التغيير واركوب المباراة واركوب المباراة مرة أخرى بعد التغيير طيب كابت المصطفى إحنا كنا بنتكلم قبل ما حضرتك تبدأ في مشاركتك معنا هاتفيا عن تعاهد اللاعبين على إن هذه المباراة مباراة كؤوس ولا تقبل القسمة على اتنين وإن اللاعبين بيركزوا على أو هدفهم الوحيد إن شاء الله هو تحقيق الفوز هل مريتوا بتاريخكم الطويل وإنجازاتكم كلاعبين نجوم كبار سواء في المنتخب أو النادي الأهلي مرت بيكم فترات بتجتمعوا حتى أحيانا بعيدا عن اجتماعات الجهاز الفني معاكم ويكون عندكم كمجموعة نجوم أصحاب خبرة في الفريق القدرة على بث الروح دي في اللاعبين في زملائكو وإن وعي اللاعب وإدراكه الأهمية المباراة اللي هيخدها أمر مهم جدا كمان في الشكة بوحميد اللي بدع الأسلوب اللي انت بتحكي تي حضرتك ده إحنا الجيل بتاعي مش إحنا يعني أنا لا إحنا الجيل بتاعي رئاسة أو كابتنة الكابتن حسن حمد لإن إحنا بعد الفترة بتاعت السبعة وستين وكده لحد السبعينيات ابتدى الدور العام وابتدى التلامزة يبقوا أساد ذا وكان معانا الكابتن حسن كان موديل كابتن وقابليك كابتن أنهر سلامة متعودنا على الحتة دي أنا عايز أقول لك كل الماتشات اللي كسبنا فيها الزمالك اللي كانت بتصنع الفرق في الدورة كنا بدايبقى خسرين قبلها أو لعبين قبل ما تشوح وحش قبله يجمعنا كابتن حسن أو كابتن أنور ونقض في الجامعة الجامعة لنحن مستشفى المعلمين بعد ما نصلي ونتكلم وانت قلت حتة مهمة في المقدمة بتاعتك العب الأول والآخر على اللعبين الأساس في الموضوع اللعيبة عندك لعيبة كويسة وعندك مدرب نص لبا هتمشي عندك لعيبة كويسة وعندك مدرب كويس وعندك إدارة حكيمة دي الإدارة الموجودة دلاتي هتنجح وحتكسر الدنيا أنا شخصيا متفائل بالخواجة متفائل باللعيبة وبازلت بأكرر وبأكد هي منظومة متكاملة منفعش لعيبة لوحدها وإدارة لوحدها وإعلام لوحده لأهل منظومة متكاملة في كل شيء ومن هنا جاي اسمه وقدره وقيمة النادي الأهل بشكرك نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا لكابتن مصطفى يونس بشكرك على هذه المشاركة معنا في الحوار شكرا جزيلا